أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية عقد المنتدى المصري الياباني لطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه في ضوء متانة وقوة العلاقات ما بين مصر واليابان على مختلف الأصائد وخلال لقائه وفد ضم 24 من رؤساء وممثل الشركات اليابانية العاملة في مجال طاقة المتجددة وإدارة المياه أوضح مدبولي أن اليابان تعد شريكا تنمويا رئيسيا لمصر حيث تضم محفظة التعاون التنموي بين البلدين أكثر من 18 مشروعا ودعم مدبولي الشركات اليابانية للدخول بقوة في السوق المصرية والاستفادة مما تقدمه من فرص واعدة في قطاع طاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه